نفسه ربا والإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أحمد وحمد من لا رب له سواه وأشكره على جزيل فضله وعطاياه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يأمر ينهى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أوضح السبل أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت القلوب بعد شتاتها فصلوات ربي وسلامه عليه كلما ذكره الذاكر الأبرار وكلما تعاقب الليل والنهار أما بعد أيها الإخوة صلام الله عليكم ورحمته وبركاته تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله سبحانه وتعالى ليس من الذين يغفلون عن آية الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن مشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب الله أكبر الرسول عليه الصلاة والسلام كيخبرنا كيقلنا بأن الجسد هذا في واحد المضغة إذا أصلحت هذا المضغة هذه غي يصلح الجسد كله ولفصلت هذا المضغة هذه سوف يفسد الجسد كله ألا وهي القلب هذا القلب هذا أيها الإخوة الكرام كيف نحن مع رمضان بالأمس القريب عاد البارح كنا ننتظر رمضان كنا ننتظر دخول شهر رمضان اليوم وقد مر من رمضان الثلث الأول عشر أيام من رمضان الله أكبر قد مضت لكن السؤال يبقى كيف نحن في هذه العشر الأوائل هل نحن من الغافلين هل أنا من الغافلين هل أنت من الغافلين هل أنت أيتها الأخت الكريمة من الغافلين أم من الذين وفقتي للعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى أم من الذين وفقوا بعبادتي وبالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات الله أكبر إذن كيف هو حالنا في هذه العشر الأوائل أيها الإخوة كل واحد مننا يسأل نفسه ويقول يا ربي يا ربي واش أنت مجتهد في هذه العشر الأوائل رمضان فرصة لا تعوض يقول النبي عليه الصلاة والسلام رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عدق من النار إذن هذه العشر الأوائل نتعى الرحمة كيف كنت أنا هل كنت من الغافلين واش غفلت فيها ولا غير كان قول فقط والله البارعة بدنا رمضان واليوم عشر أيام مشات ما شاء الله نعم مشات لكن ماذا قدمت فيها وماذا قدمت فيها وماذا قدمت أنا في هذه العشر والله سوف نلقى ربنا سوف يمضي رمضان رمضان غير يمشي بصح ندرنا فيه هل تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى فيه بالطاعات أم نحن من الغافلين يقول الله سبحانه وتعالى وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا الله أكبر قال المفسرون وَلَا تُطِعْ مَنْ جَعَلْنَا قَلْبَهُ غَافِلًا عن القرآن غَافِلًا عن الإسلام الله أكبر وَكَانَ أَمْرُهُ ضَيَاعًا وَبَاطِلًا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ إذن شنون شوف احنا حالي كن شوف حالك هل عملنا شيئا في هذا العشر الأوائل هذه العشر الأوائل من رمضان هل تقربنا فيها إلى الله حق التقرب هل ذكرنا الله سبحانه وتعالى هل قرأنا القرآن هل تصدقنا هل صمنا هل صلينا حق الصيام الله أكبر إذا كنت كذلك وكنت كذلك وكنت أنا كذلك فلنحمد الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه شوف الله سبحانه وتعالى ما قال لك لهم تواحد قال لك لا لقيت الخير لقيت نفسك تقربت بالطاعات أعملت الأعمال الصالحة فأحمد الله وإذا وجدت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك الله أكبر ولا تلوميني إلا نفسك يا أمط الله إذن علينا أيها الإخوة الكرام إيش ندرنا في هذا العشر هذه والله إيش ندرنا فيها وإذا قمنا بالطاعات علينا أن نزيد نزيد في الطاعات نقول الحمد لله يا ربي لم تجعلنا من الغافلين نكثر فيها من الطاعات نكثر بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة لأن هذا القلب أيها الإخوة إذا لم تعمره وتحصنه بذكر الله سبحانه وتعالى وبالقرآن وبكتاب الله وبالتلاع على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام سوف يصدأ هذا القلب سوف يغفل سوف يلهو سوف يفوتك الأجر العظيم غد يفوتك الأجر العظيم يقول ابن عباس رضي الله عنه ورحمه الله والله ما ندمت قط على يوم ما عمر ندمت على شي حاجة ندمي على يوم مرة يعني نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي ابن عبد سعود يقول ما ندمت على شي حاجة ندمي كان ندمي أنا النهار النهار هذا اللي فوتناه فهو ناقص من عمرنا النهار الليلة فوتناه ناقص من العمر نتعناه لكن العمل إذا لم يزد فيه عملنا عمل صالح نبكي على أنفسنا والله لأن رمضان سوف يرحل يرحل بماذا يرحل بأعمال الصالحة إن كنا قد عملناها هل أنت من الغافلين هل أنت من الغافلين هل أنا من الغافلين فلنذكر أنفسنا أيها الأخوة الكرام ونذكر أنفسنا إن كنا كذلك فالبدار البدار 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 علينا أن نيقظ أنفسنا وأن نستيقظ من سباتنا وأن ندرك الذين سبقون بالإيمان ذكر زوجتك وذكر أبنائك وذكر نفسك وذكر أهلك لماذا؟ وبماذا تذكرهم؟ تذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا الله أكبر تصبر نفسك على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى العبادة وعلى مرضات الله سبحانه وتعالى وعلى الذين ومع الذين يدعون وجه الله سبحانه وتعالى هذوك الناس ليك يتنفسوا في العبادات ويتنفسوا في الطاعات فأنت كذلك لازم ولابد لك أن تتزود لأنك سوف تلقى الله سبحانه وتعالى إياك وإياي أن تكون لنا رفقة رفقة سوء والعياذ بالله عندك يكون عندك شي صديق وأيتها الأخت الكريمة تكون لك صادقة تلهيك عن ذكر الله وتشغلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى إذا كان لديك صديقة تلهيك عن ذكر الله فتبرأي منها هنا في الدنيا قبل أن يتبرأ بعضنا من بعض يوم القيامة لعنده شي صاحبك ينهي عن ذكر الله يتصل به كسواء في الهاتف أو عبر الشاشات شاشات الأنترنت أو غير ذلك ولا يذكره بذكر الله ولا يذكره بطاعة الله ولا يذكره بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فليتبرأ منه والله هذا الرفقة اللي عندنا هذا الأصدقاء إذا ما كانوا شي نفعنا إذا ما عندك شي صديق الذي يذكرك بذكر الله ولو يرسلك رسالة يرسلك فيديو يرسلك حديث هذا الصديق ما ينفع يقول الله سبحانه وتعالى ألا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين والعياذ بالله كل واحد ينظر في قائمته يشوف لا يحنتعه يشوف لا ليس انتعه واش عنده شي أصدقاء تعال خير يذكرونه بالله يذكرونه بالصلاة والصيام والقيام والحف على الطاعة يقول الحمد لله إذا كان شي واحد يذكرك بالصلاة ما يخليك شي قلب انتعك غافل لأن هذا الصديق صديق الخير دائما يذكرك بالله سبحانه وتعالى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مثل جليس السوع وجليس الخير وهو الجليس الصالح في حال هذاك أعطلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تشريم عنده على الأقل غادي تشم الرائحة طيبة أما اللي عنده صديق السوء والعياذ بالله مثله مثل هذاك الحداد إلا مشيت عنده سواء غادي حرقك بهذه الشرارة تنتاعه أو غادي تشم رائحة غير طيبة والعياذ بالله إذن كل واحد منه ينظر هل له صديق يذكر بالله سبحانه وتعالى يوقظه من الغفلة إلا عندك شي صديقة أيها الأخت الكريمة ما شي تصيفت لك فقط الأكلات والشهوات لا ما يمكنش يغير لي شاب شي شهوة ويصورها ولا يصيفتها لصديقاً تاعك صيفت إلى ذكر الله سبحانه وتعالى قول إلى أهل ذكرت ربك اليوم تنافسه ألم يقول الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قبل ما يفوت للفوت كم مننا أيها الإخوة الكرام وكان يصلي صلاة الجماعة اليوم يتمنى والله أصبح بعدما كان القلب في غفلة يتمنى لو تفتح المساجد قل يا رب لك نغتح لنا هذا المساجد فنصلي ركعتين لله فنصلي خلف الإمام لماذا؟ لأنه ربما كان غافلاً والذي كان عازماً ومواظباً على الصلاة مع الجماعة واش به هذا مسكين؟ والله القلب يدفعه ويحركه لأنه قلباً حياً عنده هذا القلب حي ما عندهش القلب غافل كان القلب انتاعه يأخذه ويجره ويؤنبه يقول له روح تصلي في المسجد شحال مننا أيها الإخوة اليوم يتمنى أن يفتح المسجد فيصلي خلف الإمام يسمع الأذان يسمع إقامة الصلاة يسمع تلاوة القرآن ما شاء الله اليوم أصبحنا محرومين لكن بشرة وبشرة ثم بشرة لمن؟ للذين كانوا يحضرون الدروس للذين كانوا يصلون صلاة الجماعة للذين كانوا يطعمون الطعام في رمضان وفي غير رمضان للذين كانوا يتصدقون يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه أن العبد إذا مرض أو سافر يقول الله سبحانه وتعالى للملك أكتبوا له ما كان يفعلوا مقيما صحيحا الله أكبر هذا كله كان مولف أيها الإخوة عنده القلب ماشي غفل كان يصلي الصلاة مع الجماعة ويتصدق ويصم ما كتب الله سبحانه وتعالى ويقم بواجبته اليوم المساجد مغلقة لكن هو يأخذ أجر الجماعة إذا كان يصلي مع الجماعة اليوم المساجد مغلقة وهو كان يطعم الصائمين بشر هذه الناس الذين كانوا يطعمون الصائمين يقول النبي عليه الصلاة والسلام من فطر صائما لا إله الله كان له مثل أجره من دون أن ينقص ذلك من أجره الشيء تعرف شنا هو أجر طاعت تفطير الصائم هذو كل نازل كانوا يفطروا الصائمين الله سبحانه وتعالى يأجرهم على قدر نيتهم وعلى قدر أعمالهم ولو لم يفطروا صائما فهم أجرين عند الله سبحانه وتعالى أم ماذا؟ لأن كان لهم قلب حي يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت الله أكبر هذا كله يذكر الله عنده القلب والله وقف عنده القلب مطمئن دائما مع ذكر الله سبحانه وتعالى لا يغفل لا يغفل عن ذكر الله دائما هذا حي يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت إذن خصي يكون لنا أيها الإخوة الكرام قلب حي يذكرنا بالله سبحانه وتعالى يذكر أبنائنا يذكر أهلنا قبل أن تأتي الموت ويفوت الفوت قبل ما يجي واحد الوقت أيها الإخوة الكرام فنندم حيث لا ينفع الندم نندم حيث لا ينفع الندم يقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون الله أكبر وين غا ترجع وين قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا يا أخي المسلم والله لن ترجع ولن أرجع ولن يرجع أحدا إذن عليك أن تغتنم الفرصة هنا أن يكون لك قلب حي قبل أن يفاجئك الموت تقول يا رب رجعني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا قبل ما يجي الوقت وتقول يا حسرتاه يا أسفاه يا ويلاه على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين لا إله إلا الله إذا جاء نفس أجلها والله لا تستاخر ما تخرج لا ساعة ولا دقيقة إذن هل أنا من الغافلين هل أنت من الغافلين هل تذكرت قول الله سبحانه وتعالى هل استعددت في هذه العشر الأوائل ما زال أمامك وقت أيها الإخوة الأفاضي لا زال أمامنا وقت لا ننهمك في الإقبال على المسلسلات والشاشات والتلفاز لا نخلوا هذه الشهادة هذا وقت الرحمة شهر الرحمة شهر المغفرة شهر الرذوان شهر العطق من النيران ابكي على نفسك هذا الشهر يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن له فيه عند الله سبحانه وتعالى كل ليلة أناس يعتقهم الله سبحانه وتعالى من النار أسأل الله سبحانه وتعالى نجعاني وإياكم من عتقائه من النار إذن نبكي على الله نقول يا ربي هل أنا من المعتوقين واشع تقتيني من النار ولا ما زال نبكي على نفسي واشع تقتيني من النار ولا ما زال ندعي الله سبحانه وتعالى والذي يجبرنا والذي يجعلنا هكذا نطول الأمل فقط إطالة الأمل ومن أطال الأمل أساء العمل والعيذ بالله لا تدري أيها الإخوة لا تدري نفس ماذا تكسب غدا والله لا ندري هل نكمل رمضان هل لا نكمله إذن علينا أن نحسن نيتنا ونعاود استفاقة قلوبنا من غفلتها ومن سوبتها نقول يا زوج العزيز يا جوجة العزيزة يا أبنائي قوموا اتحزموا استيقظوا ما تخليوش الوقت واحد صهران بالليل ونعص بالنهار أي رمضان هذا أي استعداد هذا ألا تستحي أن يقبل الناس بعد انقضاء رمضان بزاج وبحسنات وببركات وقد تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات وأنت بماذا تأتي أين زادك أين عملك أين تقربك إلى الله سبحانه وتعالى أين قرآنك أين قراءتك للقرآن أين تمسكك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أين ذكرك أين استغفارك لا إله إلا الله إذا كان هذا هو حالي وحالك فهذا قلب غافل عن ذكر الله قلب لاهن عن ذكر الله سبحانه وتعالى علينا أن ينقضه استيقظوا يا مسلمين استيقظوا جزاكم الله خيرا لا تجعلوا رمضان مثل غير سائر الشهور هذا شهر العتق من النيران استفيقوا برك الله فيكم كفا من الأكل كفا من الشرب كفا من الضحك إنه الخلود إنها الجنة إنه العتق من النيران استفيقوا جزاكم الله خيرا لا تجعلوا قلوبكم غافلة لا تجعلوا قلوبكم لاهية عودوا إلى الله توبوا إلى الله اسألوا الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء وما نزل اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا اللهم اهدينا في من هديت وعافنا في من عفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم يمن كتابنا ويصير حسابنا وثق الميزاننا بالحسنات اللهم لا تجعل قلوبنا غافلة اللهم لا تجعل قلوبنا غافلة لاهية يا رب العالمين اللهم أشغلنا بذكرك وحسن عبادتك اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم لا تكن إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم إنا أمسينا نحمدك ونتبرأ من الحول والقوة إلا بك لا حول ولا قوة إلا بك فلا تكرنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أشاف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين اللهم عافي مبتلنا اللهم اغفر لوالدين ووالدي والدين ولمن تبعهم إحسنين اليوم الدين اللهم اصلح أبنائنا ونساءنا والناس المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وبارك الله فيكم ولا أنسى كذلك كل إخواننا الذين يشاركون هذه الدروس الرمضانية بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته